ففي هيدن لايت عندي هنا في الجزء اللي هو الكاسيرات اللي هنا مطلوب ان هنا هيحط بس ليد لايت مثلا محتاج اخد الاتنين دول مع بعض واقول له ايزوليت الليد لايت هو عبارة عن فالفري بلان فالفري بلان هقول له وير فريم محتاج ارسم في الجزء ده كده كل اللي هعمله هقول له برضو من كريت هقول له وهضغط من هنا فري وهقول له فري لايت هبدأ ارسم فري لايت بالشكل ده كده طبعا هو هيكون حاليا نوشه فين في الارض فابدأ ارفعه فوق وهبدأ اقول له اما وترفعه الفوق بالشكل ده كده او انك تعمل له روتيت بعد كده هبدأ ابرزه بس قدام الكاسيرات دي هنا كده بالشكل ده كده محتاجه يكون بس فوقها حاجة بسيطة كده ما يبقاش لازق في الاليمينت اللي تحت هاجي هنا برضو محتاجه يبقى تلات تلاف مسلا تلات تلاف ومتين محتاجه يبقى ومحتاج ممكن كمان لو لدي ايته بس ان هو بيشتت الدوق هخليه حدد الدوق على المكان اللي انا محتاجه فيه بس آآ كمان محتاج ان ازبط الازبوتات هنا تمام فلو خدت الازبوتات دي ايزوليت خلينا بس دي هاخد الازبوتات دي ايزوليت بالشكل ده كده الازبوتات طبعا نورها ما فيش اي ضوق فانا محتاج لها ضوق هضغط بس جي من الكيبورد عشان يبين لي الارض فين الازبوتات دي الاي اس اللي هنا فيها ده مش كويس اطلاقا لو الجزء ده تمام ده كورونا اصلا فبالتالي ده مش نفعني لان انا باشتغل فهبدأ اعمل لهم تمام خليني كده اشوف بس انا مساحت ايه اوكي ما فيش في مشكلة بالنسبة لي برضو الكورونا اللي جوه ده مش محتاجه شايف كل الخطوط دي مش محتاجها فممكن اقول له كل دول بالشكل ده كده تمام اوكي تمام جد هرجع تاني اقول له لو سمحت محتاج كل دول يبقو بس اقفل الجروب بتاعهم كده بيحس يبقوا قطعة واحدة اهو اول حاجة هعملها هقول له من هنا في الوير فريم عايز اعمل اسفير جوه شايف انا جاي من الجنب ليه عشان ارسم وبعد كده كبير مرة واحدة اول حاجة هقول له ومن الفري لايت بدل البن هقول له اسفير في الاسفير هاستخدم اسفير جوه هنا كده كرة الاسفير دي بس ما هي الا بتديني ضوء جوه مصدر الدوق فهاجي من هنا خليها مسلا وليكن خمسة اه هخليها بتاعتها الفين تمنمية بحيس تبقى مسفيرية بدرجة كبيرة هخليها وبس على كده بعد كده محتاج بقى ده كده بينور المصدر من فوق يعني ايه بينور المصدر يعني هتلاقي ان المصدر الدوق ده من هنا مسفير طيب بالنسبة للرسمة بتاعته اللي بتبقى نازلة لتحت كده الرسمة اللي بتاعته دي بتبقى فيه تولز تانية من نفس اللايت هقول له فري اس وهبدأ اضغط من هنا واسحب لتحت واسحب بشكل مستقيم لو انت عايز توجهه لنحية مجسم معين فبتبدأ تحركه التارجت بالشكل ده انا محتاجه هنا دلوقتي هو اللي اثبت اصلا مستقيم بالشكل ده فانا هعمل الاس بتاعته مستقيمة همسك الاس من فوق وبعد كده همسك الاس التارجت بتاعها وهعملهم الاتنين جروب مع بعض لو انت طلقت من الطوب هتلاقي ان ده السيلنتر رسمته في نفس المكان تقريبا في الصفر مع السفير هبدأ اخدهم الاتنين كده مع بعض وابدأ اوزعهم بالشكل ده كده هبدأ احط هنا واحد وبعدين هطلع احط هنا واحد احط هنا واحد احط هنا واحد كذلك احط واحد هنا كذلك بالشكل ده كده لو انا محتاج في حاجة تانية اه في واحد في الاول خالص ما حطتش فيه بالشكل ده كده تمام اوكي فيهم مشكلة ايه فيهم مشكلة ايه انه الاسبوت اللي هنا ده الاي اس فللينا بس هنفتح الجروب بتاعه لو انا مسكته من هنا دلوقتي هتلاقي انه في حاجة هنا اسمها انابل طبعا بتفتحه بتقفله في حاجة التارجت المهمة عندي الحاجة اسمها اي اس فايل الرسمة بتاعت الاسبوت نفسه الاسبوت حالين هيبدأ يطلع اداءة في كل اللي اتجاهت من هنا انا محتاجه لأ يوزع الاضاءة لتحت بس تاني حاجة كمان اللون بتاعه الكالر بتاعه انا محتاجه زي ما اتفقنا ما بنشتغلش بكالر ما بنشتغلش بلون بس فانا هقول له وهخليه دلوقتي اربعة تلاف ومتين تمام? اوكي طبعا تأكد انه كل ده بيحصل مع الباقي لانا واخدهم من استنس طيب بالنسبة للاي اس فايل الاس فايل هتلاقي في الفولدر اللي ده تقولك هتلاقي في حاجة اسمها في الماب هتلاقي في الماب هنا حاجة اسمها اي اس زير واحد خده ابدأ احطه في الفايل بتاع الماكس بتاعك ارجع تاني هنا في الماب هتحطه هنا طبعا لازم يبقى معاك كل فايل الاي اس بتاعه في الملفات بتاعتك هندخل من هنا هنقول له بدل نو لأ هنقول له احنا عايزين نضغط عليه تقطة بس هيفتح لك الفولدر بتاعك هتقول له محتاج الاي اس ده الاي اس اللي كان جاي مع البلوك ده الاي اس اللي انت اضفته فانا هقول له اوكي انا همحتاج ده هتلاقي شكل اللي اي اس اختلف بقى موجه لتحت وهيعمل الرسمة بتاعته لتحت بالشكل ده كده لو انت قلت له دلوقتي مش محتاج تغير اي حاجة وقلت له كاميرا ترجع من تقول له قبل ما تضغط وتبدأ عملية هبتدي دلوقتي اتست اشوف الماشة تشكله عامل ازاي حاليا زي ما انت شايف كده الموضوع شكله لذيذ جدا اللي ازبوتات لحد ما واضحة ولكن في عندي مشكلة بس بسيطة انه مصدر الدوق اللي هنا انا عايزه يقوى شوية اللي جوه بحيث انه يلسع فوق هنا اعرف اللي انا حطتها فوق عايزة تلسع كذلك الضوء اللي هنا مسفر قوي ممكن اقلله شوية بس ازود القوة واحدد الضوء بتاعه شوية وهشوف برضو سمك ده شكله سمكه كام لاسع معاية هنا بالنسبة للشباك الشباك في اضاقة خارجة منه اه لكن مش لاسع فوق هنا فبالتالي محتاج بس اظهر لسعات هنا بسيطة كده الشباك ده يديني ثري دي اكتر واللي هتكون اصلا في الواقع يا شكلها كده يعني فاهمني طيب انا محتاج دلوقتي الاول ازبط كل واحد لوحده محتاج ده لان الداخلي ده خلاص انا بس محتاج ده ده العرض بتاعه كام العرض بتاعه انت بتتكلم في خمستاشر سنتي ده كويس جدا الفكرة ان ده لونه اسود تمام فبالتالي التلاتين دي ممكن تبقى ضعيفة ممكن تخليها خمسين وهتيجي هنا من كلمة بس هتخليها آآ ماشي مفيش مشكلة هتلاقي ان هو عمل لك حدود خارجية كده بالنسبة ان هي بتقول لك انتشار الضوء شكله عامل ازاي لو ابتديت تزود كده هيقول لك ان ده انتشار الضوء يعني الضوء هيبدأ ينتشر في المكان بالنسبة للشكل ده كده تمام ممكن بس اخده برا شوية كده ممكن كمان احاول اوجهه ناحية الخشب شوية بالشكل ده كده بحيث يلسع تاوي يلسع تحت كده شوية اكتر خلينا انتست بس على المكان ده الواحده هنشوف كده هو الدنيا كده بقى شكلها قلطف بالنسبة لي ولا لأ بالنسبة للنقطة دي مش لطيف هنبدأ نزيد شوية لانه بس الخامة هنا السوق اللونها اسود شوية وقفلة معايا قوي المشهد بالنسبة لي ده شكله لطيف بالنسبة لي شكله لطيف ممكن السع اكتر الدنيا تمام ناخد بالك هنعمل اي دلوقتي ممكن اخليها ستين ستين بس في مشكلة ظهرت عندي ايه المشكلة اللي ظهرت عندي ان هو بيلسع قوي في الكتلة من فوق وانا مش عايز هو يلسعها في الكتلة من فوق بالشكل القوي قوي ده تمام ليه توجيه قوي هو بيشتغل يعني بطريقة اه يعني هو بيحاول انه يخلي الدنيا شكلها واقعية بس انت لما بتجي تشوف ده مش هيبقى له اي واقعية خالص هو بيبقى بيفرت كده معاك لكن بيبقى لونهاية شوية لو دخلنا في موضوع انه احنا نزبط من هنا هنقعد فترة طويلة ان احنا نزبطه لكن له زبطة طبعا ولكن في حاجة بتبقى لذيذة شوية انت بتقدر تنكس ما بين الاتنين انك تاخد له افكت فوق بس مش قوي وفي نفس الوقت اه الافكت بتاعه من هنا كويس اول حاجة انا هاجي من هنا اقول له بس محتاج كل شيء قول في الفلتر هبدأ امسك الطابق كله وتأكد ان انا لما بمسك من كده بيمسك الطابق كله فعلا تمام يعني بيبقاش سايب حاجة فهو سايب فعلا الجزء الخلف ده بيتمسك الجزء كله تمام اوكي هعمل الجزء ده كله جروب وسامت جروب اسمي بس يكون واضح كده ولا يكون جروب تو واسمي اقول له اوكي هاخد جروب تو ده هقول له كده كنترول سي كابي يعني وبعد كده همسك الفري بلان الفري بلان ده هقول له لو سمحت في من هنا اللي موجودة في الاوبشن اكس كلود هقول له لو سمحت اضغط بس شفت وتأك رقم تمانية في الكيبورد اللي هو فوق هيعمل نجمة ده معناه ان انت بتختار جروب واضغط كنترول في هتنسف جروب اتنين هتلاقي رقم جروب رقم اتنين اضغط عليه وقول له هتهولي الناحية التانية هنا من السهم من هنا ده اسمها يعني يلغي من الرندر في الجزءية دي خليني اوريلك عملي ايه اللي حصل لما تجي تبص عليها هنا دلوقتي هتلاقيها بالشكل ده كده لما تجي تعمل هتلاقي ان التأسير بيعمل ايرو في دماغك برضو وانت كده اديدني تأسير هنا بس بسنا بيأسرش في بقية المبنى الاور ده صح؟ طيب ابدأ زاوده كمان شغالة انه محتاج يزيد ولو انت شايف انه كده اتس اوكي خلاص ممكن بس نخليه بدل ستين ممكن نخليه تسعين حاجة كده ده بقى اللي انت عملته هنا ده بيزد بس بيزد اللي انت عملته ده ممكن تاخد منه نسخة تانية بس تأكد من معلومة انه هو كابي مش انستانس تمام? وتيجي بقى من هنا تقوله لو سمحت انا مش عايزك تعمل انا عايزك تعمل انكلود اثر على الجروب ده بس اللي هو بقية المبنى اللي انت لغيته من الاولاني تمام؟ هنا بقى انا مش عايزه يبقى تسعين ده انا عايزه يبقى مثلا ايه تلاتين زي ما كان هو في الاول يعني يدي افكتة بسيط قوي زي ما كان مديه في الاول من الاضاءة لما وصلت فوق وما وصلت للجنبين خفت قوي تعال لكده بص عليه هتبقى عاملة ازاي؟ mix اللي اتنين فاهمني? mix للاتنين بس ممكن بس تنزله تحت لانه طبعا هو مأثر على الجزء اللي في الخلفية فعمل الخط اللي هنا ده هتنزله بس تحت شوية بس ما تلزقوش في التاني قوي ولو ما بينهم الاتنين حاجة بسيطة مش هيضر ممكن اخد الاتنين دول كده اقول له ايزوليت محتاج اللي عالي فيهم ينزل تحت شوية شف يعني انا رفعته بشكل يعني ايه خرافي انت بس محتوي يبقى كده مش كتر من كده تمام؟ هيديك اللي انت شفته بس في حاجة بقى تانية كمان هتدينا افكت تاني لذيذ ممكن اخد الشبابيك مع الحوائط اللي هنا دي واقول له ايزوليت ان محتاج الشباك اللي هنا ده يتعامل عليه تأثير انه هو مدي فج ضاقة كده لسحة في السقف من فوق معم؟ فممكن اجا اقول له من هنا كده همحتاج اعمل ده ممكن يبقى بالشكل ده هنا كده مش كبير قوي بعدنا هننزل لتحت هبدأ رفعه فوق الشباك هنا ممكن ابعده شوية هعمل له تفاصيل بس في في النيت بتبقى يعني ايه تفاصيل شوية كتير ممكن احطه هنا بحيس ان هو بس بيأثر في المشهد من فوق هنا بقى ساعتها برضو هقول له بالشكل ده كده وبعد كده هبدأ اقلل شوية التأثير بتاعه من هنا بحيس يبقى يدوب كده يعني ايه ملمس بس اداءة خفيفة طبعا هو هخليه ويخليه اربعة تلاف ومئتين مسلا وهخليه حاجة ضعيفة ممكن تخليه حاجة قوية براحتك يعني تابع اللي انت هيبقى بتبص عليه وهتشتغل منه بالشكل ده كده مش عايزه طبعا يبقى قاطع في في الكتلة بتاعتي يعني لو احاول اخليه يبقى اصغر شوية بالشكل ده كده يعني يدوب بس فاهم وبرضو حتى العمك بتاعه يبقى صغير كده ويدوب بيأثر هنا تمام ممكن اخليه يطنع لبرة شوية بشكل ده بحاول اخليه ما يلمسش الحيطة نفسها اللي هنا يا دو بيبقى فوق بس فاهمني بشكل ده كده وممكن بقى انت حاليا مش هنا هنا وهنا بس يعني مش محتاجه في حتة تانية بشكل ده ممكن طبعا عشان محتاجة اعادل في الاتنين مع بعض اول جات من الايزوليت لو بقيت بصيت هتلاقي انه برضو هنا ده قوي قوي فمحتاج اللي هو التاني اللي انا رفعته الفوق اللي انت لما تمسكه هنا هتلاقي مكتوب عليه اللي هو ده المكتوب عليه كده هبدأ اقول له ايه محتاج التلاتين دي تبقى مسلا عشرة او خلينا خمستاشر مبدعي وهبدأ اقول له دلوقتي برضو ديني رندر الجزئية دي كده خلينا برضو ممكن رندر على الزبوت تحت لو جيت هنا للزبوت ده ومسكت الاضاءة هتأكد بس ان هي سفير يبقى هيا دي بدل الخمسة هخليها مسلا عشرين وهبدأ برضو تست حيس انه يبقى الموضوع كله تست مرة واحدة اقول رندر التأثير تحت بدأ يظهر الفوق هنا التأثير بتاعه خف وخف بدرجة ممكن تبقى مقبولة يعني لو انت بتبص عليها كده لكن اللي مش مقبول ده يعني ده زيادة شوية ممكن ابدأ اقلل شوية العمق بتاعه من هنا يعني العرض بتاعه وقلل شوية الشدة بتاعته من هنا ممكن اه يعني تزيد شوية يعني يعني فاهم هي كلها ايه زي وجهة نظر مع ريفرنس انا ببص عليه اه تقدر برضو تشوف ريفرنس تاني يعني فاهم انا محتاج بس يقل كده شوية محتاج الشدة بتاعته تبقى وصلا عشرة اه كذلك ده محتاج الشدة بتاعته خمستاشر لأ خليناها عشرين نبدأ نبص كده بصة سريعة يعني برسم الضوء على الايه على الكتلة بتاعتي بحيس انه برضو ما يبانش معايا فيك احاول اخليه يبان شكله حلو خد بالك ان برضو اشياء زي دي يعني حاجة زي كده بتبقى مطلوبة انا لو سمحت انا عايز الاضاءة اللي جوه هنا تلسع قوي في المشهد انا ليه تلسع ليه في المشهد لا هو مطلوب كده تبقى بتلسع هنا بحيس انه تدي له انه يا هو الشباك هو اللي منور تمام? او الدنيا هنا منورة يعني في مصدر دوق قريب قوي من الشباك احيانا دي حاجات بتبقى مطلوبة فعشان كده بعملها يعني اطلع بس كده القدام سنة بسيطة اوكي ومن هنا شايف الاضاءة اللي معامل لها هبدأ افتحها شوية يعني محتاج من هنا ان هي تفتح معها شوية اكتر كده تمام? اه ممكن اكتر كمان وهرجع تاني اعمل الاضاءة شايف البتاع اللي انا لما خلته يلسع شوية فاداني هنا لزيز تمام? اه خلينا كده نعمل رندر تاني يعني اعتقد كده كفاية جدا التفاصيل هنا اه محتاج بقى وراء النباتات هنا ومحتاج ازبطين هنا واحد هنا وواحد هنا تمام? الازبطين هما كده كده الازبطات موجودة والليد لايت ممكن تستخدم ده واحد من ده استخدم ده او التاني ممكن تعمل انت واحد جديد مفيش مشكلة فانا هنا محتاج امسك اللايت دول مع الازبطات واقول له ازوليت همسك الازبطات دي بس اقول له اوبن محتاج ازبط واحد فيهم مع الاضاءة بتاعته فانا هاخد الاتنين دول كده وهارجع الغي من على الجروب وابدا اقول له shift move فاخدت دول هقول له copy مش instance وهقول له دي اتاش الكلام ده مش عايزه يبقى في الجروب اصلا دي اتاش من الجروب هاخد كل دول بقى جروب لوحدهم الازبط ده هو ده اللي انا هتحكم فيه بس ان انا احطه في الجزء الخارجي برا وهو تحديدا هيكون في المكان ده كده يعني هاخد ده وده وكنترول برضو مع الجزء اللي فوق اللي ازبط وهبدأ اخد الازبط من هنا احطه هنا كده ما كانه هيكون هنا هبدأ اقول له بالشكل ده وهبدأ اقول له rotate هاخده move لتحت بحيث بس يوصل لاول الارض بالشكل ده كده وشيفت shift move instance اوكي بعد كده محتاج اضاءة بس تعمل lead light في المكان هنا تمام هو هيبنش اقشرة lead هنا يعني فانا هعمل هنا كده الممكن دلوقتي مش محتاج خالص موضوع ان هو بس يديني شكل ايه فبالتالي هروح من modify هروح من modify مش محتاج هنا خلاص يديني الشكل هو الاضاءة راحة منين جايفين محتاج الارقام دي خلاص بعد كده اه الشدة بتاعته ممكن تبقى تلاتين اللي هي في ال default القوة اللون بتاعه تلات تلاف ومتين او تلات تلاف وخمسمية مفيش مشكلة هعملو invisible وهبتدي ان انا اقل بس شوية العرض بتاعه او العمق بتاعه مسلا لسبعة وبعد كده هبدأ احطه في المكان بتاعه اللي هو هيكون اما هيقول لك حطه وراء النباتات فهيكون هنا واما هيقول لك انا عايز احطه جوه الحوض هنا كده يعني هيعمل هو مجرى ليه في في التنفيذ ان هو هيحط هنا lead light مع النباتات فانا في حالتي هنا لأ هنحطه فين هنحطه هنا وراء وهيبقى بشكل مستقيم يعني وشه الفوق بالشكل ده كده تماما هنا كده نفس ال three blend ده هتاخده shift move وهتقول له on instance وهتقول له اوكي عشان بس لو حبيت اعدل الشدة او اللون ايبقى بعدل في الاتنين مع بعضها انت دلوقتي لو جيت صغرت ده هيصغر الناحية التانية معك فبالتالي هعمل له scale scale لو صغرت هنا التانية هيفضل زي ما هو بنفس الطول تمام هبدأ اخده هنا كده وهبدأ اقلل برضو كزالك العرض شوية الباب التاني اللي هنا مش محتاج فيه اي تفاصيل هقول له camera وهرجع من isolate هقول له control s انا كده انهيت خلاص فبالتالي control s بس عشان ابدأ اعمل test ولو تمام هنبتدي نرندر بالشكل ده كده هلغي ال region وهبدأ اعمل render بس كده مش محتاج اكتر من كده في اللقطة حابب انتك تستانى شوية على ال render بحيس انك تشوف التست فعلا هل هو كويس ولا لا ما فيش مشكلة ده بيكون افضل بحيس ان انت لما تفاينل ما تبقاش محتاج انك تقيد تاني حاجة من اول وجديد يمكن اللهم الا انه ال share اللي هنا محتاج يقوى شوية كمان حاجة بسيطة مش قوي اوي فهقول stop ال sphere اللي هنا اللي هو لو رحت light اقدر امسك sphere بمنتهى البساطة هو اللي انا عملته عشرين وهو ال radius بتاعه هتلاقي فيه sphere هنا كده اللي اعملته عشرين ممكن اخليه يبقى تلاتين وابتدي دلوقتي ارجع كل اعدادة render زي ما كانت بالشكل ده ممكن اخلي هنا ده يكون صفر هخلي اللقطة بتاعتي برضو الف تمامانين في الف تسعمائة وعشرين هفعل معايا ال element وبكده خلاص مفيش حاجة تانية محتاجة تعديل هقفل المaterial editor وهعمل control s اللي هو السيف اللي قبل ما انا بفايلنا لعشان لو حاجة حصلت لانت تستغل على bc والنور قطع او حاجة حصلت في الكهربا قال له بتشتغل على لابتوب والفايل ما استحملش الجهاز فقفل فبالتالي وبقى انت خلاص ضمن انه خلاص انا هفتح تاني بس هعمل عملية render بس اوكي خلاص هقول له render وهنستنى برضو تقريبا يعني في حدود نفس الوقت اللي احنا انتظرناه للملف اللي فات اللي هو اللي كان دي light هنستنى برضو نفسه تقريبا الوقت ده light cache وهيبتدي برضو يفتح واحدة بواحدة كده ايه من النص يبدأ يرندر السين كله هعمل stop وهنرجع تاني في حدود ان هو يبقى خلاص او ان انا خلصت وقفلت الرندر ونبص على الرندر مرة واحدة بكده كذلك اللي اطل خلاص فهقول له فايل وكذلك هنا في نفس الفولدر هقول له زير وزير واتنين اقول له سيف هالي بي ان جي واقول له سيف بالتالي لما هروح كده للفولدر اللي هو الشوب على ان الصورة الاولانية خلاص اوكي تسيفت الصورة التانية برضو كذلك بتتسيف بي ان جي الخلفية بتاعتها برضو شفافة بالشكل كده سواني بس وهيسيف خلاص كده تمام بالنسبة لي مش محتاج خلاص فايل الماكس ممكن نقفل حالي عن الماكس هتأكد طبعا ان انا مسيف الملف وقال كده هنفتح الفوتوشوب محتاجين بقى نقفل اللقطة بتاعتنا دي يعني يكفي انه نقفل لقطة واحدة بس نشرح واحدة والتانية هتكون زيها بالزبط هاخد هاخد الصورة اللي محطوط عليها لانه طبعا الار جي بي العادية دي هتلاقي فيها النويز تمام لو انت هكون نسبتها شوية الار جي بي هتنضف وهيبقى ما فيش فيها نويز لكن احنا محتاجين اللي تحط عليها الفلتر بالشكل ده كده فهبدأ اسحابها وحطها في الفوتوشوب تمام? هتفتح معايا بالشكل ده الخلفية بتاعتها شفافة زي ما انت شايف كده مربعات بعد كده هارجع تاني للفولدر وهاخد من اول من هنا وهاخد بس المجموعة دي كده وهسحابها احطها برضو في الفوتوشوب بس مش هحطها فوق هنا لأ هحطها تحت هنا في نص المشهد كده بالزبط بالتالي هيجي يقول دلوقتي انت محتاجة تحط الصورة دي هقول له اوكي طبعا فيها نويز زي ما انت شايف طبعا برضو في هنا نويز برضو انت محتاجة تستنى شوية على الصورة لو انت زي ما انا قلت لك لو انت شايف انه لأ النتيجة مرضية جدا فتمام ما فيش مشكلة انت بتعمل استوب هاخد في الاول وهلغي وهطلع دلوقتي وهطلع فوق كده الترتيب ملوش اي معنى انا بس برتب الترتيب اللي انا ببقى شغال بي دايما يعني هفتح زي ما انت شايف بالشكل تلك كده كل واحدة بتفتحها بتبدأ تدي لك بتاعها تمام? هقف على الاولانية نفتح كده وهقول له من من هنا هقول له ليه? لاني محتاجة اخد التفاصيل اللي في الصورة الصورة بتاعتي اربياد اسود وبعض التفاصيل فانا محتاج التفاصيل ومحتاج اللي اسود يختفي ده كده الفرق ممكن ترسم الليير دي في المناطق اللي انت محتاجة وممكن تاخدها بشكل كامل بالشكل ده كده ما عنديش مشكلة ان اخدها بشكل كامل بس اخلي الفل بتاعها مسلا يبقى سبعين في المية بالشكل ده تمام? طبعا التفاصيل بتزيد سواء هنا سواء هنا سواء هنا المبنى كله ما انت شايف العربية لسعت معي قوي فانا محتاج اخف شوية العربية فاقدر احط على اللير دي ماسك من هنا هتغط ضغطة واحدة بس هيحط لي ماسك لونه ابيض ده معناه ان المسك دلوقتي بيظهر كل حاجة هخلف دلوقتي اللونين اللي هنا الابيض فوق والاسود تحت اذا انا برسم بالابيض خلاص هخلي اللون الاسود يبقى فوق من السهم من هنا وبعد كده هبدأ ارسم على اللير المسك من هنا فمجرد ما هرسم كده اللون الاسود بيخفي خالص التأثير اللير بص هيحط لي هنا خط لونه اسود كزلك لو عملت نفس الحركة هنا هيخفي برضو التأثير بتاع اللير دي كده اللير كلها كده اللير بتشتغل على المشاهد كله خلافا بس للسيارتين دول طيب لو انت حابب تاخد لا انا مش عايز اعمل كده بمجرد البروش تقدر تعمل تاني بعد كده تفتح وهنا جات الوقت اللي انت هتحتاج فيه الواير كالر الواير كالر من هنا تقدر تقول له انا عايز اعمل وهاخد اللون ده طبعا انا مجرد خط اللون ده هو جاب لي اللون ده في المشاهد كله اقولت له اوكي بس ممكن اقدر اقلل شوية بس اللون اللي انا اخترته البيكسل ده انا محتاج البيكسل ده تحديدا بالضبط لو اللون ده بالضبط لو خدت بالك دلوقتي هو جاب اي حاجة لون هيسود فهو جاب العربية هنا اوكي مفيش مشكلة بالنسبة لي لكن اخد معي الشباك فانا اقدر اقول له من الريكتانجل اللي هنا ده الريكتانجل بتاع السليكشن اقول له alt والغيلي السليكشن اللي فوق والغيلي السليكشن بتاع الباب طيب بالنسبة للباب التاني هنا دي المشكلة انه يكون في عندك قطعتين انت محتاجت تأثير على قطعة فيهم ومحتاج تشيل التانية بس الاتنين نفس اللون فبالتالي السليكشن ماشي بالضبط واخد كل حاجة بنفس درجة اللون طب انا هلغيها ازاي هحاول ان انا هلغيها لو جينا هنا اخدنا الكويكسليكشن من هنا كده وبعدين انزل على الصورة الاساسية بتاعتي وابدأ امسح بس الحتة دي خلاص اوكي اتشالت بقى الت طبعا انما لو شفت هيزود سليكشن لو قلت بيلغي السليكشن تمام طيب هاجي هنا وابدأ ارسم باللون الاسود على السليكشن بالضبط هاخد الفورشة بتاعتي وهبدأ ارسم هنا كده تمام كنترول دي بيلغي السليكشن بقى التأثير موجود في كل حاجة وكذلك العكس لو نعايز التأثير بس هنا هخلي المسك كله باللون الاسود وهبدأ اعمل سليكشن على السيارة وبعدين ابدأ ارسم باللون الابيض فيزهر التأثير معكوس هنا بعد كده هروح للريفليكشن اي ناكسات هتكون موجودة في المشهد هتبقى موجودة معك هنا في الليار دي هقول له بنفس الوضع وهقول له مسلا محتاجة عشرة في المية كده لما انت شايف التأثير لو بصينا تحت هنا لو بصينا تحت هنا هيكون واضح او التأثير هو ايه اللي بيحصل في المشهد هنا شايف هنا برضو العربية هنا الاجزاء السودة فيها والاجزاء البيضة بتعلم اوي في الطريق بالشكل ده كده طيب هرجع كمان اخد اي حاجة زجاجية او فيها شفافية زي ما انت شايف كده برضو الشجرتين فبالتالي الشجرتين واضحين معي اوي انا برضو ما اخدش اكتر من عشرة في المية سبعة بالشكل ده كده كمشهد بالكامل يعني بعد كده ممكن ابدأ اخد حاجات بس للشباك هنا بمعنى ايه هروح افتح دلوقتي الخاصة بعدين ممكن ايجي هنا باي عادي حتى لو وهبدأ بس اسحب صحبة بسيطة ومع اصحب صحبة بسيطة هنا وكذلك هنا وهنا حابب تاخدها بالكالر بس زي ما انت شايف انت عندك الجنبين اللي هما اللي هما مش شفافين واخدين لون وبعد كده الجزء الشفاف واخد لون تاني فهتبدأ تعمل كتير كتير فبيتلك من الوركر هتكون اسرع بالنسبة لي بالشكل ده كده محتاج هنا يا اما تاخد من اللير بتاعت الريفريكشن يا اما تنسخها كلها انا محتاج اخد بس منها فانا كده انا سخت اللير دي وانا واقف عليها نسخت الجزء ده منها واقول له حطيته هنا بعد كده هارجع اقول له فزا ما انت شايف اللير دي بتتطبق بس على الشباك مش لازم طبعا انت بتدهر على تأسير انت محتاجه فلو انا محتاج بالشكل ده كده اقدر اخده ممكن بس نعمل زوم بالشكل ده ما فيش مشكلة بس ابدأ اقلله شوية لو محتاج اخد منها تانية كمان وابدأ اشوف تاني ما فيش اي مشكلة خالص لو عاوزة مسلا تبقى الشمس لسعى بالشكل ده وابدأ اقلل شوية بالشكل ده ده كده كان قبل كان الموضوع بها تاني شوية في الزجاج دلوقتي بقى بالشكل ده تمام طبعا انت كل ما بتعرف او بتعرف حاجة معينة في اللير وبتبدأ بتعمل بها التأسير اللي انت محتاجه بتاخد جودة اعلى شوية في التفاصيل طبعا انت طول ما انت شغال كده على الصورة بس من غير خلفية انت حاسس بانه في حاجة غلط لكن خلينا نخلص بس انا مش عايز نتوه الدنيا في بعض فبشرح بالترتيب لكن انت في الاول ممكن تبقى بعد ما بتحط كل الصور فوق بعض تجيب الليارة الخاصة بالخلفية تحطها وراء وبعد جدا تبدأ تشتغل بحيث تبقى عينك شايف اهوانة بتعمل ايه هروح لل وهبدأ اقول له محتاج من هنا وهخليه مسلا يبقى سبعة في المية ده التأسير ده التأسير بالنسبة للمشهد كله فيه كنتراست بيحصل في المشهد كله كنتراست بالنسبة للضوء نفسه يعني شايف هنا الضوء هنا عامل ازاي بدأ يوضح اكتر بدأت الاضاءة يوضح اكتر بيديني في الحتة اللي فيها شادو شادو واضح شوية تمام محتاج بس بالشكل ده كده طيب حاليا تقدر تختار انا رحت دلوقتي من تمام الفولدر بتاع بيتر شيفت مسلا حاجة زي كده شكلها لزيز ممكن ناخد منها جزء معين فبالتالي انا حطتها في الفولدر الخاص بالباب هنا اهم محتاج بس دلوقتي الاضاءة جاية من على اليمين فتضل موجود تحت هنا كده يبقى انا محتاج اخد صورة بنفس الكونسلت الاضاءة جاية من على اليمين لسع على اليمين اهوت وفيه شادو في الشمال تمام طول ما انت بتلف يعني دي ما تنفعش معي ودي ما تنفعش معي الا لو انا عملت دي وكانت فعلا اضاءة جاي من تمام هي ورا تمام من هنا برضو مش هتمشي معايا دي الى حد ما ممكن تمشي بس برضو لو عملت لها بس السحاب فيها كتير كذلك هنا ممكن تمشي بس السحاب فيها كتير تمام دي تمشي برضو معايا بس السحاب قافل الدنيا شوية تمام انا ظن الموضوع يعني بقى فيه وضوح شوية انا برضو دي تمشي معايا جدا لانه الزاوية برضو بتاعة الضوء شايف جاي منين وعملها لشادو الناحية التانية اللي على الشمال دي فبالتالي دي برضو ممكن تمشي معايا خلينا كده ناخد الصورة دي بتصحابها بس وتسيبها في تقدر تكبر بتاعها مفيش مشكلة وتبدأ تحطها في هتقول له بس اوك من هنا هحطاها اول صورة خالص فهي بقت موجودة في ما ينفعش تحطها كده لانه كده يعني سيئة جدا انا بنشوف حاجات زي دي كده كتير لأ انا مبدائيا لازم رفعها لفوق لازم اشوف لازم اشوف الحتة الجزء اللي هو اا ما فيهش اللون السماوي خالص اللي هو رايح على ناحية ابهيد لازم ابقى شايفه هنا كده فبالتالي ببدأ احط الصورة هنا مش محتاج خالص الجو اللي ورا ده اللي هو بتاع الجزء ده. فبالتالي برفع السور الفوق كده. هبدأ اخدها بس ناحية ليمين. مش محتاج للجزء ده خالص. اخدها ناحية اليمين شوية كده. هبدأ ازبط بقى شوية فمحتاج اخد الكروب لفوق ده. يعني محتاج لحد هنا كده. محتاج اشوف بس الجزء ده في كده. بعد كده ممكن وانا مسك الخلفية وابدأ وابدأ اضغطها لتحت شوية. يعني اخد كده من فوق اصحب لتحت. بس ما تسحبش لتحت حر. اسحب وانت ضغط شفت. بيس انها تتضغط شوية كده. وقال كده هقول له اوكي. ممكن تسحب كمين من الجنب كده. كده. اوكي. يعني اشايف ان كده ممكن تبقى اوضل شوية. وهقول له اوكي من هنا صح. فبالتالي هتزبط معي. احتاج بقى شوية انه الخلفية تفتح اكتر. الاضاءة ممكن اخفها شوية. يعني لو انا شايف انه الدنيا بتلسع قوي معي بسبب اللايتنج. انا زودته بقى اربعة عشر فما ممكن اخليه بس سبعة. كفية? يعني تبقى لا ساعة اه بس التفاصيل تبقى واضحة. محتاج اخد من هنا برضو في بتاعتها الخلفية ممكن ازيد شوية بس الضوء. ممكن ازيد شوية بس الضوء من هنا كده. بالشكل ده. بتحسسني ان الدنيا واحدة يعني ما يبقاش فيه انه ده ضلمة شوية فما دي انا احساس انه تجوا. نعم. مش المفروض ان يكون الدنيا ضلمة. خلص بالشكل ده كده ممكن بس ااخد كل الليير دي. اللي انا جمعتها هاخد منها نسخة فوق. فبالتالي هضغط على وهضغط على الليير دي كلها واسحب لفوق. واسيب فبالتالي بيعمل نسخة. هقول له النسخة دي اعملها لي ميرج في بعض ميرج لير. بقت هي بالشكل ده كده. اقدر اخفي اللي اللي تحتها بقى كلها. مش محتاج بس غير اللي اللي انا ضغطها في بعض دي. اللي يرى دي محتاجة اقول له من فلتر من هنا اقول له كاميرا رو فلتر. بس قبل ما اتغط هنا تمام? بالشكل ده. او برضو هقول له من هنا. بالشكل ده كده. بعد كده هقول له في المرحلة دي لو انت بتقدر تشتغل فعلا على الفلتر هنا كده. يعني هو شبيه شوية باللايت روم. فبالتالي تقدر تشتغل هتدخل من من هنا وتبدأ تشتغل شوية. تبدأ تدخل برضو على كل اللير اللي تحت دي وتشتغل. لو بالنسبة لك لا الدنيا مش ماشية معك كويس فتقدر تقول له بس من هنا اوتو. هو بيبدأ يزبط الصورة من ناحية الكيرفات اللي هنا. فبالتالي ممكن تلايها بازت بالشكل ده كده. تمام? مش كل مرة هيكون فاهم الوضع بتاع الصورة شكل عامل ازاي. هو بس بيتعامل عن قيم برمجية بس. فبالتالي انا ممكن ارجع بتاعي تاني صفر. بالشكل ده كده. مجرد بس ما انا خدت بعض القيم اللي هوا يحطها لي هنا. بالنسبة لي كده بقت كويسة خلاص. اوكي. تمام? لو انت عايز تشوف قبل وبعد. اه. فده كده كان قبل. وده كده بعد. فالدنيا يعني الطف. ممكن افتح شوية الدنيا كمان. بالشكل ده كده. يهمني بس بتاعت اللي فوق دي. لو انت جابت الدنيا كده بتصفر. لو انت جابت الدنيا انها تانية بتبدأ تبقى شوية. اه. ده تبع بتاعك تبع انت شغالي ازاي. بس ممكن تزوده شوية لان الصورة بتبقى طالع دايما بهتانة. يعني الالوان ما بتبقاش متشبع بدرجة كبيرة. فانا ممكن اخد بس مسلا اربع درجات تحت في بدا نقلله خالص بالشكل ده كده. لو رجعت تاني تحت هنا. هتلاقي فيه لو انت عملت زوم هتلاقي هنا كل ما بتزيد بالشكل ده كل ما بيوضح التفاصيل بس محتاج انك تكون يعني صوبر شوية كمان عالصورة. يعني دي مسلا فروبع ساعة. انت لو هتزبر كمان خمس دقيق عليها على اللابتوب بتكلم يعني. فممكن تاخد جودة كويسة تقدر من هنا. لما تزود بتاعتك لبدأ التفاصيل توضع. ما بيبقاش فيها مشكلة. انما انا لما بزود دلوقتي بتبدأ توضع. عندي بيبدأ يوضح انه لأ انا ما كملتش بشكل كويس يعني. فانا مش محتاج اكتر مسلا من جزء بسيط. والكلاريتي برضو. لو انت عام محتاج مور ديتلز ممكن تروح عالديتلز من تحت وتلاقي برضو فيه من تحت من هنا كده. بتبقى مفيدة جدا في وفي لو انت عندك في بعض وانت عحابب تعليجها فممكن تعليجها بالشكل ده كده بتزود من هنا كده فابدي بدأ يعالج بس طبعا بيشيل التفاصيل خارص من اللقطة. فبالتالي احنا لو حتى نستخدمه بنستخدمه بس بالنسبة بسيطة. وبتقول اوكي. بحيس انه ده الصورة اه وقت ما قبل الفلتر ودي الصورة بعد الفلتر يعني. بتبقى تضاف عليها اه جو بسيط كده شوي. حاسس ان هي ممكن تبقى اه اللايت تضيف لها اللايت شوية كمان فممكن تفتح تاني الكاميرا من هنا. بتضغط بس عليه بيفتح معك. تبدأ بس تزود كمان بتاعك من هنا. لو قلنا مسلا تلاتين بالشكل ده كويس. تمام. هبدأ بس ازوم ان اشوف لو في يعني اللي هنا حرق الدنيا فالتفاصيل اختفت لأ. الدنيا تمام جدا. ده كده شكلها النهائي تقدر بقى تعمل وتسايف بس المرة ده مش هسايفه في هسايفه مسلا في هقول له دي اول صورة وهقول له ومجرد ما بتنتهي الصورة انا كده سايفتها بحيس انه اقدر ادخل في اي وقت اعدل على اي جزئية هنا وتاني مرة هقول له وهقول له محتاجها تبقى وهقول له تمام طيب لو انت عايز اه كاميرات تانية تقدر تاخد لقطات تانية فلو جينا بصينا هنا مسلا هتلاقي في اللقطة دي خدتها لنفس المشروع من الجنب كده ودي اللقطة الاساسية لو انت محتاج تعمل بالشكل ده كده بسيط جدا نقدر نعمله ودي اللقطة الليلي بعد التأفيل ودي اللقطة الليلي من قدام تمام طيب لو احنا نزلنا كده وحبنا نعمل للجزء ده اقدر اروح من هنا من وهاخد بس للعربية بالشكل ده كده اخد بالك لما بعمل هنا اعمله دايما وانواقف على الوير كالر بعد كده ارجع تاني بتاعتي تحت واقول له كنترول سي كنترول في نسخت نسخة من العربية بعد كده اروح من الفلتر وهروح من هنا من البلار هقول له من هنا بالشكل ده كده هبدأ اخد الزاوية بتاعتي فانت لو العربية ماشية بالشكل ده هتعملها بالشكل ده لو العربية ماشية بخط مستقيم هتعمله بخط مستقيم بالشكل ده كده يعني الزاوية بتاتك صفر تبدأ تزيد بس بالشكل ده كده براحتك انا دايما بشتغلها مسلا مرة بالشكل ده كده. وقل اوكي. وبعدين باخد نسخة تانية. وزود فيها الموشن اكتر. ده طبعا تقدر تقلت فيه فعلا عربية بتتحرك يعني. عشان بس تبقى التفاصيل واقعية شوية. بس. وببدأ اسايف على كده. اتمنى يكون الجميع استفاد. اه لو في اي سؤال مفيش مشكلة تقدر تسأل في اي وقت. ولو حابب تستفيد اكتر تقدر تسأل عن كورسات تانية موجودة لسري دي ماكس. سواء كانت انتيريور سواء كانت اكستيريور تقدر تشوف بس. الصورة بتاعت الرندر بتاعت الفايل. ازا عاجبك الوضع وحاببت تستفيد من المعلومات الموجودة في الصورة بتاعت الرندر دي. تقدر تشترك في الكورس. اتمنى اتحقق اكبر استفادة من الكورس. راجع الكورس مرة واتنين. حاول تطلع باقدر قدر ممكن من المعلومات بالتوفيق. شكرا.